الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون الذي وصل إلى بورو برانس يوم السبت أعرب عن خيبته إزاء الاستجابة الضعيفة من جانب الجهات المانحة لمساعدة هيتي التي ضربها إعصار ماثيو موديا بحياتي أكثر من 500 شخص فمن أصل 120 مليون دولار لم يتم جمع سوى 13% منها ووعد بن كيمون قائلا سنقوم بجمع الكثير من الموارد والدعم الطبي من أجل أولا الوقاية من وباء الكوليرا وإيقاف انتشاره وثانيا من أجل دعم عائلات الضحايا في مدينة ليكي وقبل وصول بن كيمون إليها شاحنتان تابعتان لبرنامج الأغذية العالمي تعرضتان للنهب بعد أن ألقيت عليهما الحجارة من قبل مواطنين يائسين من المرض وعدم الحصول على المساعدات أمر دفع بالشرطة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيلي للدموع اشتركوا في القناة